في نفس التوقيت أهم ما تم تناوله في وجهة نظرة مجلس الزراء النهاردة موضوع المخدرات مجافة المخدرات كلمنا عنها بقى أن يومين ومن ساعة الرئيس ما قال أنه اللي هيتم الثبوت أنه تناول المخدرات سيتم إنهاء خدماته فوراً فاصله فوراً كله خاف وبعدين يا جماعة ما بكل واحد يشتغل بقى مش كل حاجة تعليمات الرئيس ما لك كل واحد يشتغل عايزين الناس تشتغل عايزين كل واحد يتحرك بس يلا يا رب ضرة النافعة النهاردة في مجلس الزراء الدكتورة غادة والي وباقي أعضاء الحكومة تعرضوا الموضوع وتناولوه من كافة جوانبه وقالوا أنه بسرعة فيه تعدلات تشريعية لازمة لرضع المتعاطيين والتجار واللي بيجلبوا واللي بيعملوا إلى آخره لكن لا فتنظري أنه التركيز على العاملين في الدول أنا فهمته أنا فهمي هذا يعني ممكن يبقى غلط ممكن يبقى فهمي غلط بس لقيت أنه ما قالوا أنه أهم حاجة العاملين في الدولة المعنيين بالقانون الأحوال المدني وأكد رئيس الوزراء ضرورة أن ترعي تلك التعديلات أن يتم التطبيق على جميع العاملين في الدولة هل جميع العاملين في الدولة موظفين بالحكومة يعني؟ والعاملين في قطاع الخاص لا أنا ظني وفهمي أن القانون يجب أن يكون على الجميع سواسية ليس هناك فارق بين من يعمل في الدولة يتقاضى أجره من الدولة ومن يتقاضى أجره من مؤسسة خاصة ده في تقديري ممكن يكون غلطان لكن عموما موضوع المخدرات كويس أنه تفتح موضوع المخدرات جيد أنه تفتح بهذا الشكل وجيد أنه المجتمع وإحنا في العلم نبدأ نتكلم عليه نتكلم عليه مش تكلم ماسخ بقى نقول نجيب المدمنين ونجيب إحنا عايزين المجتمع سليم مش عايز أفرح في الناس أجيب فضايح واجيب هوا وده أقول ده مدمن وده كذا خلينا ندور على الحلول خلينا ندور على الإيجابيات خلينا نبص على مجرى النهر الهادر اللي بتحرك لقدام مش عايزين ندخل في شوارع جانبية بلاش ندخل في شوارع جانبية خلينا فيه الشارع الرئيسي نتحرك نجري لقدام تحية لمجرى السراء على مجهوده ومشروعاته اللي هي مشروعات قانين واهتمامه بكل هذه القضايا كل هذه التفاصيل ترجمة نانسي قنقر